بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتقلتم العدل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أقذنا ميثاقكم ورفعنا فوغكم الطور قلوا ما آتيناكم بقوةهم واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم قل رئس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يبدو أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يخفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعدلون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لااروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من قلاق ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله قير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من قير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسط من آية أو سهانات بقير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفهوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تغدموا لأنفسكم من قير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أماليهم قل أتو برانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يعكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم ممنع مساجد الله أن يذكر في أسوه وسعى في قوابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا قائفين لهم في الدنيا قجل ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فذم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل له السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بسيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين انتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يدلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسران يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر